هذا الذكر عجزت الملائكة عن كتابته لعظم أجره وثوابه احفظه وعلمه لكل من تحب كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما رحيما ومؤدبا رفيقا ومربيا حليما فكان إذا رأى خطأا لا يعنف ولا يزجر ولا ينفر وإذا رأى صوابا مدحه وأثنى عليه وشكر له وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف أي جاء رجل إلى المسجد متأخرا وقد أقيمت الصلاة فدخل فوقف في الصف مع المصلين وقد حفزه النفس أي وقد أتعبه وأجهده النفس من سرعته في السير حتى يلحق صلاة الجماعة فقال الرجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أي أحمد الله حمدا كثيرا كثير الخير كثير البركة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات أي من منكم الذي حمد الله بتلك الكلمات فأرم القوم أي سكتوا وصمتوا جميعا فقال صلى الله عليه وسلم أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا أي فليجب من قال تلك الكلمات فإنه لم يقل شيئا خطأا فقال الرجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها أي جئت إلى الصلاة وقد أجهدني النفس وأتعبني من شدة سرعتي لكي ألحق الركعة ولا تفوتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أي يتصارعون فيها كلهم يريد أن يصعد بها إلى الله عز وجل وذلك دليل على كثرة ثوابها وعظيم فضلها وفي الحديث بيان فضل الذكر والثناء على الله عز وجل عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلما جلس الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فرد عليه كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبوها حتى رفعوها إلى ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي عزيز المتابع هذا الذكر جزاؤه عظيم عند الله ونريد منك المحافظة عليه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك